لم تكن شعارات الحرية والكرامة فقط من دفعت ألاف السوريين للخروج في ثورة وإنما أملهم في القضاء على الفقر كان أكبر حالهم اليوم لم يختلف كثيرا عن حالهم قبل عام عامين ثلاث أو حتى أربع مخيماتهم هو المسرح ذاته الذي شهد ولا يزال يشهد الأحداث نفسها يتوالى عليه الألاف منهم تطلعا لأبسط مقومات العيش الكريمة لكن الواقع لم يضمن لهم سوى الحرمان 86% منهم يعيشون تحت خط الفقر الوطني في الأردن ولذلك فإنه أمر خطير ومثير للقلق كانت تلك مسؤولة العلاقات الخارجية لمفوضية شؤون اللاجئين هيلين دوبليكر التي أكدت أن أغلب اللاجئين السوريين اضطروا للعيش خارج المخيمات المخصصة لهم نظرا لظروفهم القاسية نحن قادرون على تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر فقرا لكن الدعم ليس كافيا ولا يغطي سوى الحد الأدنى بدوره قدر تقرير أممي مشترك لمفوضية اللاجئين والبنك الدولي أن 90% من اللاجئين المسجلين في الأردن تتدهور أوضاعهم باستمرار حيث اضطرت مفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لخفض مساعداتها بينما اتجهت منظمات أخرى لوقف المساعدات نهائيا لمئات الآلاف من اللاجئين بسبب زيادة أعدادهم في ظل النقص الحاد الذي تعانيه في الأموال أكثر من مليون وستمائة ألف لاجئ سوري يعيشون في الأردن أغلبهم من النساء والأطفال وأكثرهم غير مسجلين رسميا بعضهم اضطر لبناء الخيام في مناطق ريفية بعيدا عن المخيمات التي ترعاها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعض الآخر فضل البقاء تحت غطاء بلاستيكي عله يخفف عنهم قليلا مما عنوه